نأتي إلى صحيفة أشروق ونقرأ منها سحر نصر السعيد على رأس أولويات خطة الاستثمار قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار إن محافظات السعيد على رأس خطة الحكومة للاستثمار وأشارت إلى أن مجلس المحافظين ناقش في اجتماعه أمس برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء خريطة وخطة الاستثمار في المحافظات من خلال وضع بنية أساسية للاستثمار وبحث الفرص المتاحة في المحافظات وأشارت نصر في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء أمس على هامش نعقاد مجلس المحافظين إلى أن هناك تنسيقا مع نواب ومجلس النواب للتصديق على قانون الاستثمار الجديد بجانب التنسيق مع وزير العدل بشأن قانون الإفلاس ذلك لخلق مناخ تشريعي جاذب للاستثمار أكدت نصر اهتمام الحكومة بإعطاء أولوية لمحافظات السعيد وشمال سيناء في الاستثمار لفتت أيضا إلى أن عددا كبيرا من المحافظين عرضوا خططهم لاستثمارية في محافظاتهم خلال الاجتماع أشددت على حرص الحكومة على محاربة الإرهاب في شمال سيناء من خلال التنمية بالتعاون مع عدد كبير من الوزراء ولفتت إلى أنه سيكون هناك فروع لهيئة الاستثمار في مختلف المحافظات ومنها وضع حجر الأساس قريبا بمحافظة قنة من ناحية أخرى وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أمس مع السفيرة الصيني لدى مصر سونج أيقوا على خطابات متبادلة لإعداد دراسات الجدوى لمشروع القمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد والبالغة تكلفته التقديرية 64 مليون دولار للمرحلة الثانية ومشروع إنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال منحة صينية بمبلغ 7 مليون دولار ذلك في إطار تعظيم لاستفادة من المنح الصينية المقدمة لمصر والبالغة 267 مليون دولار